اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة قرأتوها باذن الله ما هي قواعد التشريع عند الشافعي اذا يقول الامام الشافعي ان الاصل في التشريع هو القرآن والسنة فان لم يكن فقياس عليهما واذا اتصل الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الاسناد فهو المنتهى والاجماع اكبر من الخبر المفرد جميل جميل هل يود احد منكم ان يسأل الشيخ الغزالي في الفقه او في علم اصول الفقه انا يا مولانا انا اود ان اسأله قل يا غزالي ما رأي الشافعي في الايمان الايمان في رأي الشافعي قول وعمل ولا يكفي ان ينطق اللسان ولكن لابد ان يصدقه العمل لقوله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات هذه الاية تحديدا تحديدا تؤكد ان الايمان لا يشترط العمل ماذا الاية تقول ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اعرف اعرف ولكن لم تلاحظ وجود حرف الواو بين قوله تعالى الذين امنوا وقوله عملوا الصالحات وماذا في ذلك الواو هنا تفصل بين الايمان وعمل الصالحات الواو هنا حرف عطف يربط ما قبله بما بعده ولا يبصل بينهما هذا رأيك انت لو ان الواو تفصل ما قبلها عما بعدها لكنت انت تعبد الهي ماذا جاء في قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين فلو ان الواو تفصل ما قبلها عما بعدها كما تقول انت فهذا يعني ان للمشرقين ربا وللمغربين ربا تانيا وكنت انت تعبد الهي كافة يا علي كافة ايوه الشيخ الاجلاء نني بسم الله اعلن لكم اني قد اجزت الشيخة محمدا الغزالي لتدريس كتاب الورقات في علم اصول الفقه والاصول شكر الله لكم مبارك يا محمد مبارك بارك الله فيك يا حرسي بارك الله فيك بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيك يا شيخ بارك الله فيك يا علي انتظر انتظر الى اي دالي لن ادعك انتظرك دالي لا يا علي الامر لا يصل الى حد البكاء بل يا زين هذا الانسان كان اصغر مني في مدرسة طورس وكان لا يجد قط يومي كان يتيما يعيش في دار لرعاية الايتام كان لا شيء الى جواري وكنت انا افضل منه في كل النواحي فكيف يلحق بيه ثم يسبقني يا علي انت بحاجة لاعادة النظر في الامر كله ان يكون محمد الغزالي يتيما او فقيرا فهذا لا ينقص من قدره شيئا المهم انه قاوم ظروفه واستطاع ان يحصل على الاجازة من امام الحرمين ولماذا هو بالثات يحصل عليها قبله دعا كالغزالي واجتهد انت في التحصيل حتى تفوز بالاجازة بتفوق وحينئذ يكون رأسك برأسه لا يا رأس لن انجح طالما هذا الولد امامي لن ستنجح يا علي باذن الله دعني الان علي علي لا حول ولا قوة الا بالله مولاي رسولاني من قبل الوزير نظام الملك ادخله ادخله رسولاني موسيقى هي الرأسك وانت حانيا نعم جئنا نحمل إليك رسالة من مولانا الوزير نظام الملك وماذا يريد نظام الملك جئنا لنتفاوض معكم لا تفاوض بيننا وبينه لكل شيء ثمنوه يا صاحب القلعة قل يا مولان لكل شيء ثمنوه يا مولاي وما هو الثمن الذي سيدفعه وزيركم سيدفع لك ألف دينار ذهبا كل عام ألف دينار سلطنة كاملة وتدفع ألف دينار فقط جزية سنوية جزية السلطان ملك شاء لا يدفع جزية لا أحد هو وزيره النظام الملك حين أرسلنا إليك كان يريد الهدوء لا أكثر قل له إذن إنه لن يحصل على هذا الهدوء أتعرف البديلة لما نعرضه عليك أعرفه بالطبع إنه السكوت سكوت العاجز بل الحرب لقد جربتم الحرب من قبل فهل نجحتم في الوصول إلى طلعة شاندس يا سادة ما جئنا لنتحدث عن الحرب بل للتفاهم لا ترى ما يقوله عفوا شيخانة دعني أفاوضه أنا مولاي لندرك الحديث عن الخلاف ولنتكلم عن مطالبك بأدا تريد يا سيد الناس أريد عشرة آلاف دينار وإلا فسوف يستبر القتل في رجال دولتكم كثير وأنا لا أفاوض الحلم سيد الأخلاق لقد تركت لكم الحلم والأخلاق هي كلمة واحدة إذا دفعتم عشرة آلاف دينار رفعت يدي عن رجال دولتكم وإلا بتدفعوا فلا تلوموا إلا أنفسكم كيف تسمح له بأن يهددك تذكر يا رجل أنك تخاطب رجلين يمثلان أعظم سلطنة إسلامية أقسم بالشيطان سوف أمزق جدك لن فتحت فمك بكلمة واحدة مولاي ما على الرسول إلا البلاغ سنبلغ ما سمعناه إلى الوزير نظام الملك إذا وافق حملنا إليك المال وإذا رفض فالأمر إليه بإذنك أدفع هشرة آلاف دينار لهؤلاء السفلة مستحيل لو شئت رأي يا مولاي ادفع له كيف السلطنة العظيمة تدفع لهؤلاء الأوبات ما دامت السلطنة تريد الهدوء الآن من يدري ربما استطعتم بعد ذلك أن تحاربوهم وتنتصروا عليهم صدقت يجب علينا منذ الآن أن نتدبر أمر السعادة هذه القلعة تأكّر يا مولاي أنني سأكون في خدمتك إذا طلبت المساعدة المهم يا مولاي النظام الملك هل ستدفع لهم؟ نعم سأدفع سأدفع حسنا قل لنظام الملك إننا سوف نرفع يدنا عنه وسوف نترك له رجاله لمدة عام لكن إياه والغدر فلو فكر مجرد التفكير في أن يخضر بنا سوف يجد منا ما يفوق تصوره إذنك ما هذا؟ إنه ليس لك إنه ذهب مولانا الحسن بن الصباح نسيت نفسك؟ لكن لا أحد يجرؤ على الحديث بعد الحسن بن الصباح وإلى مات سنظر؟ لا تكمل الكلمات لها أجنحة تطير بها إلى أدن الفعل ماذا تقول يا محمد؟ تسافر؟ إن لي عاما في صحبتك يا مولانا وأشعر بالحنين لأخي وأهلي قد تعودت عليك لطول الصحبة وأنا أيضا تعودت عليك ولكن لابد أن أسافر المهم أن لا تتأخر بل سأتأخر لماذا؟ إنني أريد أن أؤلف كتابا أضع فيه ما تعلمته من الفقه وأصوله حقا؟ تغد أن تؤلف في هذه السن المبكرة؟ عظيم لا بعث إذن في أن تتأخر المهم أن لا تأتي دون الكتاب إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله ولدي ولدي محمد أمي أوحشتني أوحشتني يا أمي يا ولدي يا ولدي لو كنت أوحشتك حقا ما بقيت كل هذه المدة دون سؤال عني يعرف الله أني لا أنسك أبدا ولا أكف عن دعاء لك في كل صلاة اجلس اجلس يا قرة عيني سأجهز لك لقمة لابد أنك جاء بس أنتظر حتى يجي يا أحمد أين عم نوح؟ عمك نوح سيأتي حالا أما أخوك فسأنادي عليه ولدي حبيبي يا شيخ أحمد يا شيخ أحمد ما أجمل أن يشعر الإنسان بالدفئ مع من يحب ما أجمل هذا شعور أقول لك سرا قل يا هرسي محمد الغزالي يا سات أخبرني أنه سوف يؤلف كتابا نعم حتى لا تفاجأ وتصنع المشاكل كالعادة أقترح عليك أن تؤلف أنت الآخر كتابا وبهذا ترتفع مكانتك عند الشيخ وتصير من أصحاب الكتب أصحاب الكتب فكرة مدهشة يا هرسي لابد أن أؤلف كتابا ولكن ترى في أي موضوع أكتب في الفقه طبعا يا علي في الفقه نعم يا هرسي في الفقه ولكن الفقه أبوابه كثيرة لا تنتهي وماذا تريد مني أنا أن أفعل لك أن أكتب لك الكتاب؟ اجدهد يا علي اجدهد تخير موضوعا يعجبك واكتب فيه نعم يا هرسي نعم سأختار موضوعا يعجبني وأكتب فيه وافق طفل الحمد لله يا محمد لا يا أمي لا يوجد لدي مكان للقمة الأخرى وإذا أكلت شيئا يا ولدي وهل طلبت شيئا للآخرين بالهناء والكفاء يا ولدي برك الله فيك يا عم نوح منذ متى لم نجتمع حكذا يا محمد طلب العلم يا أخي يستحق الغربة زادك الله من علمه تعال يا محمد تعال لتغسل يديك شكرا يا أمي تفضل أتعرف يا محمد أنا لم أفكر في هذه الرحلة إلا لشيء واحد التعرف على الصالحين من أهل الله لكل مننا طبيقه صدقت بالمناسبة سأنتهز فرصة وجودي هنا ليؤلف كتابي الأول تؤلف كتابا نعم نعم ألا ترى أن هذا سابق نعواني لا 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 إنني أشعر أن كتابي الأول سيكون فتحا وسينبه الجميع إلى مولد عالم لم ينتبر إليه من طبيقه طموحك لا ينتهي يا محمد لو لا طموحك ما صار معيدا للإمام الجويني قل يا ولدي هل ستكتب في الدين نعم يا أمي سأكتب إن شاء الله في علم وصول الفقه لا يصح أن أدرس شيئا ولا أؤلف فيه أليس كذلك؟ لكن شيخك له مؤلفات شهيرة في هذا العلم نعم ولكن الله أعطاني عقلا بالتما أعطاه ثم إنه مما يحسب للشيخ أن يكون تلميذه نابغا لا تسمع لأحد يا محمد أكتب ما شئت وابلأ الدنيا كتبا حتى أقول للناس إن ولدي عالم وإن كتبه يتعلم منها عشرات التلاميذ سأكتب إن شاء الله يومي ببركة دعائك أبي كيف تترك القلعة وتأتي إلى هنا يا ولد؟ لقد لقت بي الدنيا يا لقد بي الدنيا وأردت إنسانا أشكو إليه الرجال مثلك لا يشتكون ولما لا؟ ألست بشرا؟ لقد فاض بها الكيت مما؟ مما يفعله الحسن بن الصباح من تدخله الدائم في كل شؤون حياتي في مسألة زواجي من عدم زواجي في الطريقة التي أحكم بها أهل القلعة في مفوضاتي مع أهل الحق في كل شيء هذا حقه إنه الزعيم وأنا؟ أنت تابع لقد ضقت يا أبي بهذه التابعية لا بديل لك عنها لقد قررت أن أتمرد على الحسن بن الصباح أنت؟ لن يستطيع أن يفعل معي أي شيء إن موقعي في القلعة دي عزيز المنات لن يستطيع أن يصد أبي يا أبي أصمد أتظن أن وجودك في القلعة يحميك من الحسن بن الصباح كنت أظنك أكثر حكمة من هذا سل بعض جنودك المقربين في القلعة لمن ولائكم فسترى لمن يدينون بالولاء ألا يوجد سبيل إذن للتخلص من قبضة هذا الرجل؟ السبيل الوحيد هو الموت أضيته يأتي إذن أي ولدي اسمع الولد سأعتبر عني لم أسمع شيئا ولأول مرة أن أخبر الحسن بن الصباح بشي خطير كهذا الذي تفكر فيه عض من حيث أتيت ولا أريد أن أرى شك هنا مرة أخرى هيا المؤكد أن هذا الولد قد شنه المؤكد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا شيخ محمد كما ترى ما زلت غارقا في البحث هل جئت للتجلس معنا أما لتقوم بتأليف كتابك الأول للسببين معا فأنا أريد أن أقطع شوطا طويلا في البحث هنا لأن خصمي اللدود لا يتركني في حالي أريد أن أنتهي من هذا البحث بعيدا عن عيني هل ستسعفك الكتب الموجودة هنا لا بأس بها فأنا لا أريد منها سوى ترتيب وتفصيل الموضوعات الفقهية حتى تكونها وفية ومنطقية أما الغراء نفسها فأنا أحفظها عن طهر قلب وعندما أضع ما في هذه الكتب إلى ما في رأسي ستكون الحصيلة هائلة إذن قل لي متى ستبدأ أريد أن أكون شاهدا على لحظة الميلاد فلنبدأ الآن إكراما لخطرك اكتب المنخول من تعليق الوصول للشيخ محمد بن محمد بن محمد الغزالي غفر الله لها هات الصفحة الثانية بعد القسملة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد نبيه وآله وصحبه أجمعين فقد تقرر عند دو الألباب أن الفقه من أشرف العلوم وأعلاها قدرا وأعظمها خطرا إذ به تعرف الأحكام ويتميز الحلال عن الحرام وهو على علو قدره وتفاقم أمره في حكم الفرع تفضل يا شيخنة ما هذا يا أولدي؟ كتاب 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 ألفته ليكون شفيعا ليا عندك لعله يبين لك قدرتي في العلم القاطع الدامي في الفقه الإسلامي ما هذا يا أولدي؟ قاطع ودامي؟ أي حرب؟ نعم يا شيخنة، حرب لا هوادة فيها على من؟ على أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى يجب أن يعلم الجميع أن الفقه الشافعي الذي درسته لنا هو الفقه السليم لا تكمل ما عداه ماذا؟ أصحاب المذاهب جميعا مستهدون وليس فيهم واحد حق من الآخرين بالصواب تدافع عن أصحاب المذاهب الفقهية الأخرى وأنت عمدة الفقه الشافعي في هذا الزمان لكن يا شيخنة يا أولدي لا داعي لاختلاق خلافاته بين المسلمين والأفضل أن نبحث عن ما أجمعهم لا تريد حتى أن تقرأ الكتاب لا، ونصيحتي لك أن تعيد النظر في الأمر كله شكرا لقد تأخر الولدان ألهي بحجته معه قال لي أحمد إنه لن يتأخر وإنه سيأتي بمحمد معه لا بد أنه من شغل في أمر مهم إن محمدا هذا لا يكف عن تعب قلبي أبدا أبدا قلت إنه أتى في إجازة لأطمئن عليه وأراء بعد هذا السفر الطويل ولكن لا فائدة لا فائدة الأولاد حين يكبرون يا فاطمة تكون لهم مشاغلهم الخاصة وعلينا أن نتفهم هذا أنا لا أفهم إلا أن يكون أولادي أمام عين يا أمي ها هما السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل كيف حالكم عليكم لماذا تأخرتم هكذا؟ لقد سخنت الأكل أكثر من مئة مرة ألا بتقول إنكم ستأتياني مبكرا؟ التمسي لنا العذرة يا أمه لقد انشغلتها في الكتاب الأول لمحمد حقا؟ هل بدأت تكتب الكتاب الذي وعدتاني به؟ نعم يا أمي بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله أرأيت يا نوح ولدي محمد صار الآن يكتب الكتب ليعلم الناس دينهم دعك من الكلام يا فاطمة وأعدي لهم الطعام فلا بد أنهم جائعين برك الله فيك يا عم نوح سأكل أنا مع زوجتك بل اجلس مكانك اجلس زوجتك هي التي ستأتي وتأكل معنا إذا سأذهب لإحضارها لا تأخر أمي حالا سأعيد لكم الطعام كيف حالك يا عم نوح؟ بخير يا ولدي مالك يا علي مالك يا علي لا تنم بعد ماذا بك؟ الآن فقط يا هرسي تأكدت أن الشيخ الجويني لا يحبني محال الشيخ الجويني لا يعرف إلا الحب هذا كذب غير صحيح أنا أفكر وأشكوه تشكو الشيخ الجويني؟ لمن؟ للوزير نظام الملك صاحب هذه المدارس نظامية هل جننت يا علي؟ ألا تعرف أن نظام الملك أنشأ هذه المدرسة خصيصا للشيخ الجويني؟ ولكنه لم يفكر أنه سيفرق بين طلبة العلم في هذه المدارس يجامل من يشاب ويجافي من لا يحب لا 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 يا علي أنا لا يعجبني هذا الكلام ولا أريد أن أسمعه ولو فعلت ما تقول لن أخاطبك أبدا لأنك أنت أيضا لا تحبني اعلم يا هرسي أنني أعلم علما يقين بأنكم جميعا تكرهونني يا علي يا أخي صدقني أننا جميعا نحبك ولكن يبدو أننا لا نفهمك يا هرسي ماذا؟ ماذا حدث لك؟ اكتركت مريدا واحدا منها الطبيب هيا عليها هيا معي هيا يا عليها ما له يا حضرة الطبيب كل شيء فيه مريض هذا شيء واحد أي شيء روح إلى هذا الحد وأكثر أن الأمراض تأكل في جسدية أكله لا حول ولا قوة إلا بالله قضعت تؤمنه من حتى لا أشعر بالألم وحين أصحه سيكون أفضل من الضروري أن لا تحرك كثيرا وأن لا يجهد نفسه بصراحة نحن لا نقدر عليه فهو لا يكف عن العمل إن لم يسترح فلا أمل لا أدري ماذا أقول ولكني سأحاول معه بإذنك تفضل أمثال أهتم أمثال ت millimeter تعلم أمثال 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 الحسن بن الصباح ما هذا كيف تتصرف معي بهذه الصورة أنسيت أني أستاذك لا أنسيت أني أنا صاحب الدعوة وأن اخترتك بدلا مني على رأسها لا والذي تفعله الشيء الذي علمته لي أنسيت أنك قلت لي أن الجميع يجب أن يحبوا شيخهم أكثر من أنفسهم ويجب أن لا يخفوا عنه شيئا وهل بضر مني غير ذلك بالأكيد هيا يا أحمد يا ابن عطاش قل لأبيك ماذا قال لك حين صرحته بأنك تفكر في التمرد إنه إنه ماذا من الواضح أن هناك من سمع الحديث الذي ضار بيني وبين ولدي ونقله إليك حسنا لقد قلت له أني لن أنقل الحديث الذي ضار بيننا إليك في هذه المرة فقط أتجروا على إخفاء شيء عني؟ هذا خطأ أترف به لكن نياتي كانت خيرا أنا لا أحاسب على النوايا أنا أحاسب على الأخطاء الظاهرة لا يوجد أحد في الدعوة الباطنية كلها فوق العقاب نجلاء نجلاء مولي أحضر العروسة والجلاد ليؤدب هذا الشيخ تريد أصلاح ولا كلمة أمر نأتي إليك يا من يفكر في التمرد أنا مخطئ يا مولاي والخطأ فوقي وتحدي لو كنت مكاني ماذا تفعل في من يفكر في التمرد عليك؟ كنت سألحب يا مولاي لا رحمة عندي قل لي ماذا تفعل بمن يفكر في التمرد عليك؟ لا بأس أنا أعرف ما الذي يجب أن يفعل مولاي عدوه من الجلد أما أنت فعقابك هو الموت لكنك لن تفوز به حتى نتمناه فيعز عليك لم أفعل شيئا لكل ذلك يا مولاي نجلاء مولاي خذيه للتعذيب مولاي الرحمة الرحمة يا مولاي الحسن لم أفعل شيئا لكل ذلك خذوا الرحمة يا مولاي الرحمة يا مولاي الرحمة يا مولاي الحسن الرحمة مولاي مولاي محمد ألا يكفي ما كتبته اليوم حتى نعود إلى البيت الكتابة الأخفاتهم من الله ولقد فتح الله علي ولا أريد أن أقول خبابا فتحه الله عود أنت إلى بيتك إذن فلتكمل أنت كتابتك ولتلحق به فأنا لا أريد أن أتأخر عن البيت توكل أنت على الله سلام الله عليكم يا ولدي العزيزين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف حالك يا عم موسى وراء أما زلت تذكرني يا شيخ محمد وهل يمكن وننساك أبدا أنت ناصع مثل أبيك رحمة الله عليه تعرف أنه كان أعز أستقال بلغني يا شيخ محمد أنك تؤلف كتابا في علم أصول الفقه أليس كذلك؟ وكيف أعرف؟ موسى الوراق يعرف كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالكتب في هذا البلد وبعد؟ جئت أعرض عليك عرضا ستشكرني عليه يا عم موسى ماذا تريدهم أخي محمد؟ أريد الخير إن الكتاب الذي يؤلفه يمكن أن يقدمه لملك أو وزير أو أمير فيعطيه مقابل ذلك ما لا يحلم به وماذا تستفيد أنت من هذا؟ سأستفيد شيئا بسيطا لا يضرك ما هو؟ تعطيني نسخة من هذا الكتاب يكون من حقي أن أنسخها وأبيعها لطلاب العلم هكذا يا عم موسى فلتظهر حقيقة نواياك وما لا حقيقة نواياك أنا لا أفعل شيئا خطأ إني أبحث عن مصلحتي ومصلحتي أخيك ثم في ثالث اسمع عم موسى إني رجل فقير حقا لكني لا أبيع علمي بالمال لوزير أو أمير خطأ ربما ولكن هذا شأن يخصني وحدي هكذا؟ نعم هكذا لا أملك أن أجبرك على شيء فأنت حر فيما تفعل ولكن تعنى من هذا وأن أتحدث فقط في أمر النسخة التي أطلبها لنفسي لأنسخها وأبيعها لطلاب العلم هذا كلام صادق لأوانيه فأنا لا أستطيع أن أعطيك هذه النسخة قبل أن أعرضها على الشيخ الجويني فإذا رفضها فلن أستطيع أن أعطيك إياه يا عظيم عظيم اتفقنا إذن سأنتظر حتى يقرأه الشيخ ويجيزه حين ذاك سأطلب نسختي ها لقد عدتاني ووعد الحر دين عليك أليس كذلك؟ أنت دائما هكذا يا عمو موسى لا تفوت فرصة إلا وتستفيد منها يا علي ألم تذهب إلى الشيخ الجويني في مرضه؟ لا لا لماذا يا علي؟ لا أحب هذا الرجل لم أذهب إليه ولم أذهب أتقول هذا عن الرجل الذي علمك؟ لماذا أنا لك؟ علمني أو لم يعلمني ما لك أنت؟ تفضل يا والدي شكرا يا أم أنا هنا بجانبك ولن أنام شكرا يا أم شكرا أم شكرا اشتركوا في القناة محمد ان هاضي للتنامي لا لا انا ما زلت يقضى انت تقاومين النوم سلطان لا يغلبه احد ربما تحتاج شيئا لن احتاج شيئا ثم اني ساسهر حتى الصباح حتى الصباح كتاب الاول قارب على الانتهاء ولن اتركه قبل ان اطمدها حقا حقا سيكتمل الكتاب الليلة نعم يا امي ان شاء الله اذا اذا لن انام حتى ارى مولدة لا تتعد نفسك يا ولدي فانا لن انام الليلة ما اعظم هذه السيدة لا تتعد نفسك يا الراسي فساخرج للتدريس ولكنك لم تشفى بعد يا شيخنا انا في احسن حال ولكن الطبيب قال لابد من الراحة الراحة دهي موته ان احياته التدريس والقراءة والكتابة والفتوى للناس فكيف تطلب مني ان اترك هذا كله هذا هو الموت ولكن الكلام ضرر عليك الطبيب قال انه غير لازم الان صدقني عن راسي لو سمعت كلام الاطباء لن تعد حياتي منذ عشرين عاما تحكى منهم وهي بناء للقاء الاحب هيا هيا يا مولانا استودعك الله يا اخي هل سترحل هكذا سريعا ان لي معكم عدة اشهر ولكن القلب لم يرتوي بعد يعلم الله اني اود ان لا افرخك ابدا ولكن الحياة تنادي السلام عليك يا اخي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم انتظم شيخ محمد يا شيخ محمد لو سمحت قل لاخيك ان يقبل الوظيفة التي عرضها عليه السلطان ملك شاه هل عرض عليك السلطان وظيفة وجاءه الى هنا السلطان بنفسه جاء اليه ليطلب منه قبول وظيفة كاتب ديوانه لماذا لم تخبرني يا احمد يا اخي كل ميسر لما خلق له وانا لا اسلح الامور السياسة ومكائد الدووين يا محمد لقد اخترت طريقي وظيفة كهدي لا ترفض وخدمة الملوك شرف يسعى اليه الجميع اسمعت اسمع علي انتم يعلم الله انكم اعز الناس الى قلبي في هذه الدنيا ولابد ان تعرف اني لن اغير طريقي في يوم من الايام ان العلم مهنتي التي لن اغيرها ابدا خيركم من تعلم العلم وعلمه ارجوك قل له شيئا دعيه يا زوجة اخي دعيه يختر للنفسه اختار الفقر والحاجة ويترك المال والجاه كفا كفا يا شيرين اني فقير على الله عز وجل لكني لست فقيرا بالقياس الى اي مخلوق اما اذا كنت تبحثين عن المال والجاه فلا مانع لديا ان اعطيك حريتك وتبحث عنهما كيفما تشاءين اترى يا شيخ محمد كيف اني اريد مصلحته وهو يريد ان يتخلص مني انا مخطئة لاني اريد مصلحتك افعل ما تريد باللين باللين يا شيخ احمد رفقا بالقوارير السلام عليكم ارجوك انتظر حتى اهدأ فانا لا اريدك ان تذهب وانا غاضب هكذا بل ساطركك لتصالح زوجتك الحلم سيد الاخلاق يا شيخ احمد السلام عليكم وعليكم السلام ولدي محمد الا تبقى معنا قليلا لا استطيع يا امي لقد حان وقت الرحيل الله معك يا محمد سلاما يا عز الناس اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة